موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن قرة عيوننا وربيع قلوبنا حبيبنا محمد عبده ورسوله أحبتي في الله تقبل الله صيامكم وقيامكم وأسأل الله العظيم رب العشر كريم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم أحبتي في الله سئل أحد الصالحين بما أستقبل رمضان فقال رضي الله عنه أرضاه قال استقبل رمضان بالتوبة والاستغفار فإن الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فارع لها سمعك فهي إما أمر يأمرك الله سبحانه وتعالى به أو نهي ينهأك الله عز وجل عنه فهنا أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالتوبة فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وخاطبنا رب العزة تبارك وتعالى بالإطلاق فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فلذلك أحبتي في الله أفضل ما يستقبل به شهر رمضان مبارك هو التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة ثم يقول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى والله إني ويقسب صلى الله عليه وسلم على ذلك يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة فإذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له سبحانه وتعالى ما تقدم من ذبيه وما تأخر يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم سبعين مروه في رواية مئة مرة فما بالنا نحن أيها الأحباب الكرام لا نجدد لله عز وجل توبة ولا نستغفر الله عز وجل وها هو شهر رمضان قد أقبل علينا أيها الأحباب الكرام نستقبله بالتوبة والرجوع والإنابة إليه تبارك وتعالى قال رب العزة تبارك وتعالى واصفا كبائر كبيرة في سورة الفرقان بعدها يعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما أحبتي في الله كبائر كبيرة شرك بالله وقتل النفس وزنا ثم يقول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويها عن رب العزة تبارك وتعالى يذنب العبد فيقول أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي فيقول الله عز وجل أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم يا ملائكة إني قد غفرت لعبدي ثم يذنب العبد ثانية فيقول أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي فيقول الله عز وجل يا ملائكتي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم يا ملائكة إني قد غفرت لعبدي ولا أبالي ثم يذنب ثالثة فيقول أي رب أذنبت ذنبا فيقول الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما إن دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي أحبتي في الله أبعد كرم الله عز وجل كرم أبعد هذا أبعد هذا الحديث حديث إذن أيها الأحباب الكرام توبوا إلى الله واستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا وحياكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة